فيه طبعا منافذ القوات المسلحة منافذ القوات المسلحة بتوفر السلع الأساسية بأسعار رخيصة وده جزء من دور القوات المسلحة في ممارسة المسئولية الاجتماعية تجاه المصريين القيادة العامة لقوات المسلحة أصدرت في الأيام اللي فات التكليف إلى هيئة الإمداد والتموين بقوات المسلحة لإعداد وتجهيز وتعبئة 3 مليون عبوة غزائية وحنوز تتوزع على المواطنين بنص التمن ده اللي كان الرئيس بيقوله مبارح يا جماعة الكلام بيتقال وله تطبيقاته الواقعية أن الدولة ومؤسساتها بيمدوا إيد المحبة للمصريين بيدعموا المصريين منافذ القوات المسلحة هيجهزوا 3 مليون عبوة غزائية تتوزع على المواطنين بنص التمن طيب فيه كمان طبعا صندوق تحيا مصر وصندوق تحيا مصر كل ما نيجي نجهز شغلنا فيه نلاقيه عايز له 6 حلقات صندوق تحيا مصر اشتغل أنفق 22 مليار جنيه في توفير سكن كريم بديل للمناطق العشوائية الأسمرات وبشاير الخير وغيرها عمل دعم غزائي لحوالي 11 مليون مواطن عن طريق القوافل طول السنة في المناطق النائية وقرى ونجوع مصر خلال أزمة الكورونا وفر أكتر من 700 طن مواد غزائية للأسر غير القادرة هنتكلم عن إيه بقى تاني عن المجمعات الاستهلاكية عن التضامن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تقدم يد المحبة للمصريين سوى هنجيب حاجات المدرسة يبقى نوفر فيها هنجيب حاجة رمضان يبقى ناخد تخفيضات سوى رد الجميل للمعلم سوى كارت العيش إحنا إيد مع إيد ضهر في ضهر كتف في كتف إحنا والدولة وحنعدي وزي ما كل حاجة صعبة عدت